لكن قبل البداية وقبل تقديم المباريات الحقيقة نهاردة كرة القدم بتفقد واحد من مواهبة واحد كمان من أفضل المواهبة لعب علاء علي نجم نادي الزمالك السابق نجم نادي سموحة السابق نجم نادي طلاع الجيش السابق ده علاء علي اللي كان مال الدنيا حيوية ونشاط وبهجة وفرحة علاء علي صراع قصير مع المرض وفي النهاية انتقل إلى رحمة ربه مودع عن الحياة نسأل الله عز وجل أن يكتب له الجنة أن يغفر له وارحمه ويجعله إن شاء الله من المغفورين لهم ربنا ارحمك علاء ويحسن إليك ويغفر لك علاء من أطيب من أطيب من أجدع من أحسن الناس الحقيقة اللي كنت ممكن تعملهم وتشوفهم في الوسط الرياضي والوسط الكرى واحد كمان من المواهب الكروية الرائعة الجميلة الطيبة بين أدم شديد الطيبة وشديد الاحترام وشديد الولاء وشديد الانتماء لبلده شخصية من الشخصات الجميلة جدا جدا كلاعب الحقيقة ما خدش حقه أبدا على حجم مواهبته حصلت له ظروف يمكن عطرته شوية أو أخرته شوية لكنه كل ما يلعب في نادي كل مكان بيتقلق وبيلعب بشكل أكتر من رائع يتقلق جدا مع نادي الزمالك ومع نادي سموحة ووصل إلى صفوف منتخبنا الوطني ثم بعد ذلك لم يظهر بسبب ظروف المرض ربنا يرحمه ويحسن إليه أرجو أن أنتم جميعا تقرول الفتحة والكل يترحم عليه لأنه بالفعل خسارة كبيرة جدا وبناء أدم شديد الطيبة وشديد الاحترام لكنه ما يغلاش على ربه عز وجل ربنا أرحمك على ويخفر لك ويجعل مسواك الجنة شكرا